شيخ قول لا إله إلا الله محمد بص لسه كنت بقول للمهندس أمر على بعض الأمور اللي كنت بتكلم فيها مع أولادي قال لي إيه ده وإحنا متفقين مع بعضه وقال لي إيه صح مش كنت بقول كده أنا اتفاجئت الحقيقة أنه بس طبعا ده خارج يعني معرفش بس والله خلينا خلينا نذكر الموضوع ده قد يعني يدي مؤشر للناس لابد أنه هتعمل الزحاق قلت لي أنت جبت أولادك ورجعتهم قلت لي هنقلل الإنفاق بما لا يقل عن عشرين في المية لا يقل وكل واحد يراجع حساباته كسا ممكن أنا اتحكت إنه قلت لي إحنا كنا متفقين طبعا حاليا ولدي سمعيني أيوة فنفس الاجتماع بس أنا كنت أكثر قصوة منك أنا قلت تلاتين في المية يعني واتش الزناح حسبتها كده حزبا قد أنا أرفع عاشرة في المية يبقوا كده تلاتين والحقيقة وصلنا للمجموعة من القرارات زي قرارات جهاز حماية المستالك فيه قرارات جهاز منزلنا العامل وصلنا للمجموعة القرارات يعني إنه لابد إزاي نرشد الإنفاق طبعا والمسألة دي مش الحياة مش رفاهية أنا خلاص أنا داخلي انخفض بمتوصل تلاتين في المية دي الحقيقة فزي ما كناش هنتعايش بكده مش هعرف كب يعني إحنا زي كنا كنا بنقبض عشرة جنيه بنصرف عشرة جنيه لو كنت بعمل بوفر جنيه لازم أفضل بوفر الجنيه يعني المسألة لابد من مراجعة لابد من مراجعة وده اللي الدولة بتعمله دالوقتي ما هي في الآخر الدولة دي هي أسرة كبيرة على فكرة يعني فلازم كلنا نراجع ما فيهاش أي خجل إنك أنت تقعد زي ما حاك عملت كده إنك تجيب أولادك وتقعد وتبتدي نمسك النفاقات وإحنا إحنا أصبحنا شعب مستهلك جدا والحقيقة خلاص عشنا فترة استهلاك زي ما حاك كده تفضلت وقلت شوية أمثلة مش عايف نشتري إيه ونعمل إيه نشتري إيه ما نشتريش إيه في حالة تلبيت عادة الحسابات لابد إن إحنا كلنا نعيد حساباتنا فيه ما نحتاج فيه ما نحتاج نرجع بالله جهاز حماية المستهلك والمجلس الإدارة اللي كان موجود هناك فيه الحقيقة كان مجموعة من الظواهر كان عادة جهاز حماية المستهلك بيبتدي يرصد الظواهر وتعامل معه أهم أهم الظواهر اللي كانت موجودة على السحة في الفترة الفاتت كانت تخص قطاعات السلع المعمرة والأجهزة السلع المعمرة اللي هي الأجهزة المنزلية والسيارات ويمكن السيارات بتاخد صادة أكبر بس الحقيقة حجمها في عمل الجهاز اللي هي تجاوز خمسة وستة من عشر في المية أهم يعني في مقابل مثلا لو تكلمنا عن السلع المعمرة تمثل اتنين وثلاثين في المية من أعمال الجهاز أه طبعاً في النهاية أنت ممكن تساونا عن عربية على فكرة يعني لكن الأجهزة المنزلية في كل بيت أه وبعدين لو بصيت السوق في الشارع فيه خمسة مليون عربية فيه حاجة بتاع مئة مليون جهاز في البيوت يعني على مختلف الكذا فالنهار ده طبعاً تحتل عندي نسبة أكبر فكان لينا قرارات مهمة جداً ويمكن ذكرناها قبل كده فيما يخص ضمان ترجمت مفهوم السلع المعمرة إنها تصبح سلع معمرة أه عشان نبصت كده بسرعة يعني إه سلع معمرة أنا النهار ده لما بشتري غسالة لا أتوقع أو تلاجئي أو بتجازي لا أتوقع إن هاي تخلص من الضمان أنا ميها في بعض المجتمعات يمكن تسمح بكده لكن مش مجتمعنا مجتمعنا بيتعامل مع السلعة المعمرة على أنهي عيشة معه 15-20 سنة وما فيش حتى يعني ما بيبقاش تغيير السلعة المعمرة كده جزء من نمط الحياة يعني يعني أنت ممكن تغير عربية كل خمس سنين مع ذلك في نفس الوقت ما بتغيرش بتغير كل خمس سنين أو التلاجة كل خمس سنين ففي النهاردة كان لابد من اتخاذ قرارات مهمة جدا فيما يخص ضمان أن السلعة المعمرة تكون فعلا معمرة طيب إيه مفهوم السلعة المعمرة العمر الافتراضي بتاعها العمر الافتراضي بتاعها فكان لابد من تطبيق العمر الافتراضي بمنتهى الجدية لأن ده حيظهر تأثيره على حاجات كتير وأهمها جودة المنتج النصري الجودة ويمكن احنا تعرضنا للموضوع ده قبل كده في لقات سابقة وقلنا لو بصيت على الغسالة اللي عندك في البيت على الحلة اللي جواها بدءا من ستينلس أو يعني سبيكة الستينلس عالية الجودة اللي تعيش معك خمسين سنة لصاد مدهون نيكل كروم بعد سنة ولا سنتين حيصد يقطع لك الهدوم ايه الفرق بينهم اللي يحدد ان ده منتج جيد ولا ده منتج رديق هو عمره إذا كنت انت عارف انت جايب خمات شكلها ايه جوه هذه المعدة أو جوه الغسالة دي هتقدر تقول تعيش عشر سنين تعيش خمس سنين والحقيقة ان احنا لما ابتدينا تطبيق القرار فجئنا بان انا فجئت بان عندنا منتجين غاية في القوة غاية في القوة لم اكن اتصور انه يجيني وانا طبعا مش في حل ان انا اذكر اسماء يجيني منتجين جايبين ضمان عمر افتراض يصل لخمستاشر سنة مبني على ادلة وبرهيم ما ينفعش يطفخ مش نقول اي كلام وخلاص خلي بال حضرتك هيضطر يستبدل الجهاز بعد كده يعني هو لو خبط رقم كده ومنفسش هيغير الجهاز بالكامل طبعا وجابولي ما يؤكد على جودة منتجاته من تفاصيل وخمات وتصديرهم للخارج وعلامات الجودة اللي واخدينها وقالك احنا قادرين على ان احنا نحط عمر افتراضي كازا في ناس انسحبت خالص طبعا قالك انبطل الشغلانة دي خالص مش نقدر نقول اسماء بس انا متوقع اسم منهم تمام قالك لا النتيجة ان تطبيق القرار وصل بنسبة التزام في ما يعني نزل للأسواق بعد تاريخ المهلة كنا حطينا بنسبة 100% 100% من منتجي مصر ومستوردي مصر النهاردة سلعهم الجديدة عليها العمر الافتراضي حال تبقى عندنا مشكلة صغيرة جدا السلع اللي موجودة في السوق قبل القرار نتعامل معها ازاي الناس جلنا وتفهمنا انه الالية قد تكون صعبة شوية انه هو في بعض السلع هتلاقيها في الصعيد في بعض السلع هتلاقيها في الوادي في كذا فانه ينزل ويعالج السلع دي طلبوا مهلة اضافية لحد 30 ستة وانا وفقت عليها او مجلس الادار عفوا وافق على مد المهلة علشان الحقيقة كان فيه جدية في تطبيق القرار في عندنا قرار تاني ممكن انا هاجي للي يعني يهم الناس اوي في النهاية ده الحقيقة تأثير هذا القرار قرار العمل الافتراضي الناس هتدرك معناه كمان سنتين ثلاثة وهتشوف يعني ايه منتج جيد ينزل مصر يعني يقدر ينافس وينطح المنتجات اللي كله بنشوفها بتيجي من ألمانيا عفوا من أوروبا ومن الدول القوية اللي انت كنت بتجيب من المنتج يعيش معاك خلاص انتهى وده من شأنه انه فعلا يشجع الصناعة المصرية ان انا خلاص انا بقيت عارف ان انا عندي منتج مصري محطوطة علي عمره الافتراضي وضمانه جد من شزار فانا ابقى مقبل اكتر على الشراع بدل ما كنت بقول زي زمان ما نجيب اللي مش عارف ايه دي احسن اصلاها تعيش عشان الفردية لكن دلوقتي ما بقيتش فيه فردية بالعكس اللي انت ممكن تتصور ان هي عظيمة جدا جدا هتلاقي العمر الافتراضي سبع سنين ومنتج اخر هتلاقي عشر سنين اصبح النهاردة انت كمستهلك عندك معيار تقيس عليه اخد دي ولا دي حتى لو كانت اغلى هتقول النهار وعلى فكرة المستهلك البسيط هو اللي بيابحث عن الاعلى جود طبعا عشان خايف على الارشين اللي تعب فيهم وهلك اللي الناس بتقولك انت كده هترفع اسعار خليه بقى لك المستهلك البسيط هو اللي عايز السلع اللي تعيش مع العمر كله قد يكون المستهلك الاكثر يعني يسرا عنده ما بتفرقش سهولا بتاع بازل ميو الحمد للفش كتير يعني او اديها على الساحل و اديها على السخل لكن الراجل البسيط الكادح ده عايز يجيب الغسالة طبعا مع العمر كله صح عايز يجيب الغسالة فقرار ده كان مهم وبرضو تفاهوما ان الناس كانت جادة كمنتجين ومستوردين في تطبيق القرار ادينا لهم مهلة لحد نهاية ستة ان هما يعالجوا اللي موجود في السوق عشان لما ننزل بالقوة الرقابية ما فيش حاجة اسمها هدور ده بعد القرار وده قبل القرار اللي علاق العمر الفتراضي عليه يبقى اذا متوافق اللي مع لهوش يبقى اذا مخالف اشتركوا في القناة